لم تملع الحرب ولا الحصار المفروض على اليمنيين في مدينة تاعز استمرار الحياة فيها الفرحة بدت على وجوه هؤلاء الأطفال بعد افتتاح أول حديقة مائية مصغرة في المدينة بجهود سيدات يمنيات أبين إلا أن يساهمنا في تغيير واقع المدينة التي أتخمت بمشاهد الدمار نحن نسا تعز رغم الحرب والحصار والوضع الاقتصادي المتردي على مدى أكثر من منذ خمس سنوات إنما نتحدى كل هذا بأن نصنع لأنفسنا عالم وحياة وعمل وفكرة حديقة مبار ويؤكد القائمون على هذا المشروع الذي يتميز بمساحة ترفيهية آمنة للأطفال أنه سيسهم في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية التي سببتها الحرب للأطفال والنساء على السواء مشروع الحديقة المائية في تعز نال يعجب الزوار الذين طالبوا بتوسعة المشروع ليشمل البالغين أيضا هذه الحديقة المائية رهيبة سوصهم تعز لأنه حماء القومش فبينها الإعجاب كثير الناس ويزيدوا يعملوا لنا الكبار هذا المصبح للأطفال طبعا إحنا لو فيه مسلح كبير هذا بأن نكون نزوره هوميا وتمر مدينة تعز مثل معظم المدن اليمنية بظروف إنسانية ماسوية جراء الحرب وتفشي الأمراض لسيما فيروس كورونا حتى باتت مشاهد الترفيه هذه نادرة في المدينة المنكوبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة